فضائع وانتهاكات وجرائم إنسانية العناوين العريضة لجرائم السنوات المتعاقبة تخصص هذه المرة وبالدلائل لواء طارق بن زياد التابع لخليفة حفتر تحت مجهر منظمة العفو الدولية نحن أسعدكم بهذا اختارت المنظمة مقدمة عنوان تقريرها البحثي الإشارة الصريحة هنا إلى صدام نجلي خليفة حفتر باعتباره القائد الفعلي لللواء وذيراعه اليمنى عمر مراجع العمل الروتني لللواء هو استهداف الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين لما يعرف بالقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر هكذا لخصت المنظمة الهدف الرئيسية من وجود هذا اللواء وفصلت في تقريرها الأسباب ومآلاتها قالت إن أزمة الإفلات من العقاب هي التي مكنت مقاتلي اللواء من ارتكاب جرائم حرب بهدف سحق المعارضين للقوات العسكرية القائمة بحكم الأمر الواقع في الشرق الليبي بداية انتهاكات هذا اللواء كانت مع ظهوره عام 2016 أشار التقرير إلى ارتكابه سلسلة من الفضائع بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع والإخفاء القسري والاغتصاب والتهجير القسري كل ذلك دون خوف من العواقب ومن النتائج التي وثقها التقرير اعتقالوا وإخفاء خمس وعشرين حالة من قبل مقاتلي اللواء بسبب وجهات نظرهم السياسية أو انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الانتماء إلى مناطق بعينها استندت المنظمة في هذه النتائج إلى أدلة وثقتها بنفسها قالت إنها أجرت مقابلات مباشرة مع 38 حالة من السكان والمحتجزين والنازحين بالإضافة إلى مقابلات أخرى أجريت عن بعد من ضمن الجرائم الموثقة العثور على جثث ثلاثة من المحتجزين الذين اختفوا قسرا في مدينة بنغازي ومن أفرج عنهم أكدوا جميعا للمنظمة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في انتظار نتائج التحقيقات الوقت قد حان بالنسبة للمنظمة لبدء تحقيق جنائي في مسؤولية صدام حفتر وعمر مراجع قالت إنه يجب عزلهم من مناصبهم فورا لمنعهم من ارتكاب جرائم أخرى وعلى المجتمع الدولي تغيير نهجه وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان بعيدا عن المصالح السياسية دعوات بالوجوب كانت ولا تزال على الورق التوصيات والمناشدات متى تتحول إلى إجراءات ومحاسبة اشتركوا في القناة